عموما لمناقشة هذا الموضوع معنا من باريس الكاتب والباحث السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش مساء الخير سيد عبد الحكيم فنوش اهتمام اوروبي بالملف الليبي برز اليوم بهذه الزيارة لوزراء خارجية عدد من الدول الاوروبية توقيت الدعم ربما ليس هناك فيه الكثير من الحديث ولكن الى اي مدى تعتقد بان هذا يظهر ارادة جديدة اوروبية مختلفة عما سبقها مرحبا اخي عزيزة الحقيقة نحن سننتظر ترجبة هذه الارادة الى فعال مباشرة حتى نستطيع ان نراهن على موقف مشترك من قبل الاتحاد الاوروبي نعرف شيئا بان رؤية الاتحاد الاوروبي ورؤية هذه الدول لم تكن متوحدة في كيفية التعامل مع الشأن الليبي وبالتالي ما لم تترجم هذه الارادة فعلا على الارض بالوقوف امام الطرف الاهم والذي يعرق الامكانية استقرار الدولة الليبية وكما جاء في تقريرهم بضرورة خروج القوات الاجنبية اي ان تركيا فاعلة اساس في وجود هذه القوات الاجنبية اذا كما قررت هذه الدول ان تتخذ موقفا ما من تركيا في الفترة القادمة برفض وجود هذه القوات الاجنبية والعمل على انتاج حالة الاستقرار والامن عندها ستكون هناك امكانية لاخذ كل هذه التدخلات الاوروبية الان محمل جد لقد كانت هناك وعود كثيرة من قبل اتحاد الاوروبي وانشئات عملية ايريني في البحر الابي المتوسط المجل منع وصول مرتزقة وغيرهم ولكن كل هذه الامور لم تجد نفعها على الاطلاق وحتى هذه اللحظة ما لم تترجم هذه الوعود في خراج القوات الاجنبية ومرتزقة بالليبيا اي الوقوف بشكل صريح ووضع اعتقد بان ستظل وتواجدهم الان هو اعطى داع الدفع لحكومة البيبة ولكن الدفع الاساس وراء وجودهم هو مصالحهم الخاصة وبالتالي خشية من ان تنفرد ايطاليا بدور فاعل الاساس بعد ان جاء سيد وزير خارجية الايطالي الى ليبيا برفقة رئيس شركة ايني وبالتالي كان على الاطلاف الاخرى تتدخل ايضا لتثبت بان لها دورا ما سترعبه في ليبيا ان كان هناك ارادة حقيقية وجود قرار الاتحاد الاوروبي يسعى الى انتاج حالة من استقرار والامن في ليبيا سنرى فيما اذا ستتخذ اجراءات تركيا ام لا وعندها سيكون هناك بالفعل توجها جديدا يخالف ما كانت عليه هذه الاطلاف الصابر لابد من ذكر بان اول محطة عربية ايضا لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد لمنيفي كانت في القاهرة اذا تحدثنا ايضا عن هذه الجهود بموازات هذا المسعى الاوروبي من اجل حل حالة الملف الليبي نعم نعرف جديدا بان هناك طوابط لمصر بكيفية تدعام مع الحالة الليبية ومصر ترعب بان وجود قوات اجنبية او قواعد اجنبية على الارض الليبية ووجود ميليشيات مانع اساس امام امكانية استقرار ليبيا واسترجاع الدولة الليبية لسيداتها وبالتالي الاطراف التي تقف وراء هذا الامر لان بالنسبة لمصر هذا امر امن قوي كما يتم ترديد من قبل كل الاطراف المصرية وبالتالي يتماشى مع الموقف الاوروبي الذي يتحدث عن ضرورة خروج هذه القوات الاجنبية من ليبيا الذهاب الى مصر وتأكيد على دور المصري وتأكيد على ان هناك اهمية لمصر بحكم انها تتأثر بشكل مباشر بالحالة الليبية وبالتالي هذه خطوة جيدة بالذهاب الى مصر اولا ومن ثم سيكون هناك زيارة بالطبع اعلن عنها الان الى تركيا وهذا مفهوم ايضا ولكن لا يستطيع السيد اللي من فيه او اي طرف اخر ان يضغط على تركيا بشكل مباشر ان لا تكون هناك ارادة اوروبية كما نراها اليوم وارادة مصرية تدعم موقفهم من اجل المطالبة من تركيا بضرورة اتخاذ موقف ما تجاه القوات المرتزقة الموجودة في ليبيا كذلك تجاه قواتها وان تلغي من ذهنها تماما سعيها وراء ان تكون لها قواعد في ليبيا والتي يجب ان تخرجها بشكل مباشر ان كانت تريد ان لا تطرق بصدام مع هذه الدول سيد عبد الحكيم فنوش هناك تسوية في الافق على ما يبدو بعد توحيد وجهتي النظر الاوروبي على الاقل فيما يتعلق بهذا الوجود العسكري التركي او غيره من طبعا الميليشيات الموجودة في ليبيا هل ترى بان هناك تسوية ايضا او اثمان ربما تدفع لتركيا مقابل ذلك اوروبيا نعم اتصور ذلك تركيا لا تتخلى عن ليبيا بسهولة على الاطلاق ولكن اتصور بان تركيا تريد ان تترجم وجودها والسعي وراء مصالفها من خلال دعم بعض الاطراف السياسية في ليبيا الحقيقة يعني السيد دبيب وبعض الاطراف الاخرى في المنطقة الغربية من ليبيا لا يحاولون نفي علاقتهم بتركيا وسعيهم لنا تكون هناك مصالح مشتركة مع تركيا لقد صرخ بذلك السيد سيد دبيب عندما قال بان اتفاقية البحرية لها يرى بان هناك مصلحة مالي ليبيا فيها وبالتالي هذا ترجم الى محاولة تعبير عن علاقة ما مع تركيا من قبل السيد دبيب هناك اعتراف نعرف سياسية اخرى موجودة مرتبطة بالاسلام السياسي موجودة في المشهد وموجودة في الحكومة وبالتالي ستكون ستصعى وراء بارك تركيا الى ان تثبت نفسها وتصعى من اجل التأكيد على مصالحها داخل ليبيا لا احد يرى من قبل الاطراف الاوروبية وعلى رسم المانيا بان خروج تركيا من ليبيا سيكون بلا ثمن قد كان هناك تصريح من قبل الالمان على سؤال ان يراعون مصلحة تركيا في ليبيا ويروم بان من حقها ان تكون لها ان ترعى مصالحها في تركيا والجميع لا يسعى اقصاء تركيا على الاطلاق ويعرف بانها قادرة على ان ترك المشهد من خلال الاطراف السياسية ليبيا بالضافة الى المجموعات الموجودة داخل ليبيا من المرتصقة وغيره وبالتالي هناك ضرورة لمراعاة المصالح التركية ولكن يجب ان يخذ هذا باعتبار على ان لا يكون سببا اساس في كيفية ادارة المشهد وضرورة حل حلة للملف الامني والعسكري واخراج القوات الاجنبية بالليبيا هذا يجب ان يكون مبدأ اساس ويجب ان يكون حراك تلتزم به كل الدول الاوروبية بالاضافة لدول دول الاقليم طيب اين يضع هذا الموقف الاوروبي الان الموقف الامريكي الذي يبدو غائبا تماما عن المشهد الليبي لا الموقف الامريكي ليسا غائبا حقيقة كانت هناك مكالمة من وزير الخارجية الامريكي لسيد البيبا ووضح فيها النقاط التي ترى امريكا وجوب ان تقادل مرحلة الانتقالية فيها وهو وصف بشكل دقيق وصارم الحقيقة النقاط التي يجب ان تتمدها الحكومة خلال الفترة القادمة ولو لاحظنا ان هناك توجها امريكيا تجاه تركيا ضاغطا على تركيا فاتصور بان امريكا لها دون فاعل وربما تغيرات كثيرة في المواقف التركية ما كانت لتكون للم يكون هناك موقفا امريكيا ضاغطا ترجم من خلال السفير الامريكي سابقا وترجم من خلال السيدة وليمز هذا بالاضافة لتصريحات الى الخارجية الامريكية والتي قررت بان هناك امرا ما يجب ان تغير في المنطقة برمتها وكونك شكلا اخر من التعامل معها وتعرف جيدا بان الفعل الاساسي في هذا المشهد هو تركيا وروسيا ولذلك تصرر امريكا على ان تخرج كل هذه القوات او الاطراف المتدخلة بشأن الليبي والتي تملك امكانية عرقلة الوصول الى حال داخل ليبيا على ان يكون لها موقف في ضرورة القروج من اجل انتاج حالة من الاستقرار اشكرك عبد الحكيم فنوش الكاتب والبحث السياسي الليبي من باريس شكرا جزيلا لك